اشتركوا في القناة السيسي ليس يساريا مثل حمدين صباحي المصانع تتحول إلى مدن للإضرابات وموظف الشهر العقاري ينضمون لطابور المضربين والجارديان البريطانية حكم الجنرالات في مصر قيد ذهب في السرير أثناء ولادتها هذه العنوين وغيرها ننقشها معكم في هذه الحلقة الجديدة من سكرتير التحرير أهلا بكم مشاهدين الكرام يشرفنا في الستوديو الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي أهلا بك أستاذ أحمد يعني العنوين كثيرة لكن كما عودناكم مشاهدين الكرام نبدأ بإطلال على الصحافة الأجنبية والبداية من الجارديان والتي لازلت تهتم بقضية صحفي الجزيرة المعتقلين في مصر كتبت عنوانا يقول محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان يطالب بإجراء سياسي فيما يتعلق ببيتر جريستي في مصر أما هافينجتون بوست الكندية فاهتمت بتقرير وكالة الاسوشيتيت بريس الأمريكية والذي رصد صراخ محمد فهمي الصحفي بالجزيرة مباشر مصر من داخل قفصه في ذات الجلسة والجارديان أيضا يعني اهتمت بإطلاق صراح دهب حمدي التي قامت بإجراء عملية ولادة قيصرية وهي مقيدة بالسرير سيد أحمد لازلت القضية صحفي الجزيرة تحظى باهتمام عدد من وكالات الأنباء الأجنبية نعم يعني هو لليوم التالي يعني على التوالي نحن نعلم أنه بداية إجراءات وجلسات محاكمة الزملاء في الجزيرة فيما يعرف في الإعلام المصري اللي هو إعلام المصري بين قسين طبعا بخلية المريوت النهاردة الإعلام الأجنبي مازال بيهتم بهذه القضية خصوصا الإعلام اللي هو في نصف الكرة الغربي يعني لأنه بيتر جريست استرالي ولأنه باهر من أصل هو من أصل مصري كندي محمد فاهمي حصل على الجنسية الكندية فالقضية متفاعلة في نصف الكرة الجنوبي في الناحية التانية لذلك الصحف الغربية طبعا فيه فرق في التوقيت بين استراليا وكندا وما بين في منطقة الشرق الأوسط لا يقل مثلا عن 6-7 ساعات وبالتالي اهتماماتهم في الصحافة جاءت إلى حد ما متأخرة شوية في الرصد في زنوب الكرة أرضية في أستراليا وفي شمالها في كندا في الناحية التانية بس طبعا فروق التوقيت بين الاتنين هي اللي جعلت برضو استمرار اهتماماتهم لأن القضية تحولت كما تقول هافينغتون بوست الكندية إلى قضية رأي عام الجارديان البريطانية استمرت في نقل تصريح مهم جدا لمحامي استرالي اسمه بيترسون جيفري بيترسون هو محامي متخصص في قضايا حقوق الإنسان وتم إجراء مقابلة معه على قناة الجزيرة الإنجليزية منذ 48 ساعة وتحدث عن أن حكومة استراليا رئيس الوزراء توني أبوت يجب أن يفعل شيء ويجب أن يفعل شيء بخصوص المواطن الاسترالي بيتر جريست والجارديان قالت أن الموضوع دلوقتي أصبح قضية رأي عام في استراليا خصوصا أن عائلة جريست عندما رجعت إلى موطنهم في استراليا عملت مؤتمر صحفي كبير وتحدثوا فيه عن انطباعاتهم وعن انطباعات أثناء وجودهم كان هناك حالة من الغضب الشديد لدى عائلة جريست نتيجة لرفض الإفراج عنه بكفالة مالية ونتيجة لشكوى من سوء المعاملة التي يحظى بها جريست وزملائه الصحفيين الآخرين رغم أنه كان هناك مراسل صحفي استرالي آخر بيقوم بإيصار رسال بيبعت على تويتر يعني شفنا في الصحافة بتاعتهم أنه في الصحافة الاسترالية أنه أحد أصدقاء بيتر جريست بيطمنهم نقل رسالة للمواطنين الاستراليين ونقل رسالة إلى عائلة جريست قال فيها أنه إحنا جوه السجن لنزال نتعامل كفريق وقضى 51 يوم حتى الآن منذ القائل قبضة اليوم 29 ديسمبر الماضي لغاية بدء يوم المحاكمة النهاردة بيتر جريست وزملائه من صحفي الجزيرة بيقضوا أكتر من 53-54 يوم داخلين على شهرين الآن وبتحفل الصحافة الاسترالية والصحافة الإنجليزية بيتر جريست بالمناسبة علشان هو ياخد أعلى لقب في درجات المحامة في بريطانيا وستراليا وهو الكيو سي كوين كاونسلر يعني مستشار القانوني للملكة دي درجة أعلى الدرجات جيفري بيترسون جيفري بيترسون هو المحامة الذي اهتمى بهذه الخضية جيفري بيترسون واخد منصب أعلى درجة من درجات العمل في سلك المحامة في بريطانيا وفي استراليا لأن استراليا لا تزال حتى الآن خاضعة للتاج البريطاني يعني ملكة بريطانيا هي الملكة التاج البريطاني لكل دولكم ننسب بمثلها من استراليا هذه القصة تتفاعل لكن الجارجين أيضا اهتمت بدهب حمدي تلك السيدة التي أنجبت طفلتها حرية وهي مقيدة بالسرير وأجرت العملية وقالت أنه ما وصفته الجارجين بأن هذه الأسرة لازالت تناهض الانقلاب العسكري وحكم الجنرالات في البلاد نعم الجارجين تشوف القصص الإنسانية في الصحافة هي اللي بتطلق اهتمام كبير لدى الصحافة الأجنبية تحديدا لذلك أنا في هذا المجال يجب أن أشكر زميلنا الأستاذ رامي جان وهو زميلنا صحفي وهو كان بدأ الخطة دي رامي بدأ خيوط هذه القصة ونشرها وأوصلها باعتبارها قصة إنسانية بالدغدغ المشاعر وبتظهر مدى التعصف والاضطهاد الذي تقوم بها سلطة الانقلاب ضد كل المواطنين المصريين وعلى رأسهم المناهدين للانقلاب العسكري والذين يرفضون للانقلاب العسكري والقصة الصور اللي وصلت لرامي وبدأ يحطها على الفيسبوك وصلت لي وسائل الإعلام الأخرى وإحنا ساعدنا كمان في توصولها لوسائل الإعلام الأجنبية وبقت قصة كبيرة جدا دفعت منظمة العفو الدولية لأنها تذكر موضوع ده بحمدي الجاردين النهاردة بتتكلم عن استمرار المضايقات اللي بتقوم بها سلطة الانقلاب حتى بعد الإفراج عنها والتدخل المضايقات الأمنية اللي بتتعرض لها على اعتبار أنها تنتمي يعني لها موقف سياسي هي وقصرتها لهم موقف سياسي وبالمناسبة هي بيحكوا عن تفاصيل المنطقة اللي عايشة فيها في الدرب الأحمر في وسط القائر وإزاي دي منطقة مهمشة ومنطقة فيها فقراء وأشياء من هذا القبيل قصة إنسانية لكن زملان الصحفيين المصريين أو بعض زملان الصحفيين والإعلامين المصريين رأوا أن تقييد ده بحمدي هو ضرورة حتى لا تهرب أو حتى لا تؤذي نفسها أنت بتغذي مشاعرنا لما تقول أنه دول زملائنا يعني للأسف الشديد بواقع ما هو مكتوب في البطاقة الشخصية على الأقل لا يعني الحقيقة أنه من يتجرد من مشاعره الإنسانية علشان يتخذ موقف سياسي لا يصلح أن يعمل في مجال في مهنة نبيلة ومحترمة مثل مهنة الصحفة والإعلام مهنة ضمير وزملائنا المسجونين بسبب دول سجناء الضمير سجناء أنه عندك ضمير وأنك تتكلم أنا بس بحب أقول أنه ظروف اعتقال زملائنا إبراهيم الدراوي وسبيع وأحمد سبيع وغيرهم من أعضاء صحفيهم ضد الإنقلاب عبدالا الفخراني وسامح وعبدالا الفخراني وسامح وزملنا التاني هاني صلاح الدين كل الزملاء دول بيعانوا من ظروف بالغة السوق في المعتقلات الموجودة في مصر على الفكرة المجموعة بتاعة الجزيرة فيه تفاصيل كثيرة جدا في الصحافة الأجنبية عنهم هما وعن وجودهم في سجن طورة وأنهم في سجن طورة الزنازين القريبة منهم فيها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين منهم المرشد ومنهم وغيره يعني الصحافة الحقيقة الأجنبية بتحفل بتفاصيل حول نعم لكن الصحفيين المسلمين لا بواكية لهم نظرا لأن النقابة ربما لا تقوم بالدور الأمثل كما يرى عدد من الصحفيين في هذه نحن عندنا نقابة للصحفيين انتخابها 17% من أعضاء الجماعة العمومية لنقابة الصحفيين في آخر انتخابات وهذه النقابة والنقيب 17% لا من العدد تجاوز 10 ألف صحفيين يعني وإحنا عندنا الصفحة بتاعتنا صحفيين ضد الإنقلاب عليها دلوقتي ما يزيد عن 8000 لكن هذا هو الواقع حتى اللحظة ننتقل إلى سد النهضة حيث كتبت المصر اليوم مقالا تحت عنوان وساطة خليجية بين مصر وأثيوبيا مسؤول حكومي روسيا تدعم موقفنا والسعودية والإمارات تقودان الوساطة أما الوطن فنقلت عن فهمي لنظيره التنزاني لا يجب أن يكون النيلو مصدرا للصراع منبي ندرك أزمتكم والحوار أساس حل الخلافات أما التحرير مصر تبدأ حملة دبلوماسية عالمية لوقف بناء سد النهضة زيارة وزير الرأي لإيطاليا أثارت قلق أديسابابا وجزء من أهداف تقوية العلاقات مع روسيا الضغط على إثيوبيا أما في اليوم السابع وزير الرأي لن نشارك في مبادرة حوض النيل واتفاقية عن تيبي لا قيمة لها محمد عبد المطلب تنسيق كامل مع السودان في إطار صيغة توافقية لحفظ حقوقنا أما الأهرام وزير سوداني الخرطوم لن تتخذ موقفا يضر مصر طيب عايز نبدأ بالسودان مثلا لأن هذا كلام يتناقض مع تصريحات أخرى نقلت عن الجانب السوداني بالزبط السودانيين في المرة اللي فاتت قالوا يعني في تصريحات سابقة قالوا أن احنا سنقف موقف المحايد تقريبا يعني في الخلاف اللي ما بين مصر وأسيوبيا بسبب سد النحط وطبعا دي خسارة كبيرة جدا للدبلوماسية المصرية ده إذا كان عندنا دبلوماسية مصرية ده إذا كان فيه مسؤولين في سلطة الانقلاب بيبحثوا عن صميم المصلحة الوطنية للشعب المصري أزمة مياه النيل مش أزمة هزار أزمة مياه النيل مش موضوع استخفاف ممكن ناخده بيعملوا ناس بالشكل ده بشكل الوزير الخارجية بتاع سلطة الانقلاب اللي ما بيعرفش يعني اللي بيكلم كلمتين على بعض ما بيقدرش يجمع كلمتين على بعض وبالتالي يعني بعض مؤيدوا خارطة الطريق حينما سؤلوا عن تصريح سابق لببلاويا أن يعني سد النهضة سوف يكون مصدر رخاء لمصر قالوا أن هذه كانت مناورة سياسية لأكثر لا طبعا كلام يعني شوف أولا غياب التوجه في وزارة الخارجية في ظل هذه السلطة الانتقالية ما فيش توجه واضح تجاه التعامل مع أزمة سد النهضة يعني اللي كانوا بيلوموا الرئيس محمد مرسي أنه قعد عمل اجتماع وجاب الناس وشغل الأمني بتاع الدولة المخابراتية البولوسية فتحت الميكروفونات وبسيته بشكل مباشر علشان تحرقه السياسيا ده موضوع مهم جدا يعني إزاي سابوا المسألة بهذا الشكل هناك كان هناك بلورة لموقف مصري لما الرئيس المنتخب يقول أننا سندافع كل قطرة مية هتتمنع عننا سنبزل مقابلها الدماء ده كلام واضح جدا يؤكد أن هناك توجه لدى الإدارة المنتخبة والرئيس المنتخب تجاه قضية مصرية وحلها تهدد المواطن المصري في المياه يعني مصر ستصل إلى مرحلة العطش هناك تغير ما في موقف الجانب الأثيوبي بالأمس القيادات القوات المسلحة الأثيوبية قالت قادرون على حماية الساد اليوم منبي وزير الرأي الأثيوبي يقول ندرك أزمتكم والحوار أساس حل الخلافات بعد أن كانت التصريحات تصب فيه أنه لا أحد يستطيع أن يقترب من هذا السد أو يعني سوف نتفق معكم قبل أن نقوم بأي إجراءات الآن باتت اللهجة الأثيوبية تتحدث على أنه لا أحد قادر على أن يمنعنا من الاستكمال تما هي نفس التوجه يا أستاذ عبد العزيز هو دلوقتي أثيوبيا ستمضي قدما في تنفيذ هذا السد يعني مهما كانت التضحيات وهذه مسألة مفروغ منها أولا بس أنا هاوضح حاجة مهمة أوي في نظريات الأمن وجود دولة مثل إسرائيل في قلب المنطقة العربية طبس المبين الجزء الأسيوي والجزء الأفريقي عندها نظرية مهمة جدا في الأمن الإسرائيلي اسمها نظرية شد الأطراف إيه حكاية شد الأطراف دي؟ الوطن العربي على اعتبر أنه هو الدول العربية كلها حوالين إسرائيل وإسرائيل في القلب هي من مصلحة الأمن الإسرائيلي تحديدا أن تعمل مشاكل ما بين العراق وإيران فيعملوا حرب 8 سنين يستنزفوا بعض فتعمل مشاكل ما بين مصر والسودان من جانب وأثيوبيا من جانب آخر أنها تعمل مشاكل ما بين سنغال وتشاد ما بين ليبيا وتشاد ما بين موريتانيا والجزائر والمغرب المملكة المغربية على الصحراء وغيرها لكن وجود إسرائيل في إفريقيا هو وجود قديم الجديد الذي ننقله الآن هو أن بعض الدول الخليجية تدخل على خط الوساطة بين مصر وبين أثيوبيا هل باتت مصر بعيدة عن إفريقيا للدرجة التي تحتاج فيها إلى وسطاء؟ أنا كنت حوصل لك من النقطة دي لنقطة الوساطة الخليجية النقطة أن إسرائيل لما تعمل نظرية شد الأطراف تشغل مصر بمسألة مياه النيل أولا لو فاكر من زمان كان في الأطراق كانوا منعوا المياه عن سوريا وعن العراق رأس الضم حسين وأزمة كانت طويلة بسبب المياه كان كل المستفيد كل هذه التحركات تصب في النهاية لمصلحة أمن الكيان الصهيوني في إسرائيل وبالتالي لما نيجي نجي الدول العربية الخليجية يعني تسير على نفس الخط الذي يدعم أمن الكيان الصهيوني واستمراره وبقاءه وإثارة النزاعات والحروب ما بين الدول العربية هنا في الحالة دي الحقيقة محتاجين نحط علامة استفهام كبيرة جدا حوالي الأغراض النهائية هم يتدخلون على سبيل الوساطة الأخبار لا تنقل هذا الأخبار تقول أنهم يدخلون على خط الوساطة حتى يمنعوا كارثة العطش التي تحيط بمصر وكانت هناك أخبار أخرى أيام الرئيس محمد مرسي كانت تقول أنهم هم أيضا الذين يدخلون على خط تأزيم الموقف مع أسيوبيا واستمرار دعم أسيوبيا ودعم بناء هذا السد بل أنه بعض الأخبار كانت بتقول أنه بعد هذه الدول كانت تقوم بتمويل مباشر لعملية بناء السد ولازلت هذه الأخبار دادول حتى الآن لكن لا نستطيع أن نقف عليها لأن هناك الآن وسائل إعلام مصرية تتحدث على أن من يمول السد الآن هي تركيا وقطر برعاية الإخوان المسلمين طبعا ده يعني إحدى الجرائط قالت الإخوان يبنون سد النهضة بأثيوبيا برعاية قطر وتركيا يعني ده كلام الإخوان أثبته أنه يعني شوف وناس كتير يعرفون أننا مش يعني لا أنتمي للتيار الإسلامي بس الإخوان أثبته أنهم وطنيون أفضل من هؤلاء الموجودين هنا كلهم بيرموهم وبيزعموا عليهم كلام ليس فيهم هم أسدوا للإخوان خدمة عمرهم للإخوان المسلمين وسينتصروا الإخوان المسلمون وحينتصروا على هؤلاء يعني أنا مش عايز أستخدم تعبيرات هم أفقين ونصابين ويدلسون على المواطنين لن ننتقل إلى هؤلاء ولكن ننتقل إلى الفريق السيسي الذي نقلت جريدة التحرير عنه على لسان تهاني الجبالي تهاني الجبالي تقول السيسي ظاهرة وطنية استثنائية ووجوده ظهير غير مسبوق شعبيا أما اليوم السابع فنقل عن ياسر برهامي قوله شعبية السيسي تجعله الأكدر بالرئاسة نائب رئيس الدعوة السلفية توجهات صباح اليسارية تنفر الإسلاميين منه الإسلاميون ينفرون من صباح ليساريته كما يقول برهامي ويعني مش فاهم طب يعني ما فيش حاجة اسمها هو دايما الخلط اللي بيحصل مما بين الناس أحد المزاق القليلة لهذا الانقلاب أنها يعني ميزت بين الغسي والسمين وكم من لحن وصلت حتى الركب وكم من جباه يعني محطوط فيها أعلامة الصلاة قد كده ولكن المواقف لا تفرز إطلاقا أن هؤلاء ينتموا بشكل من الأشكال حتى بأي شكل من الأشكال إلى الضمير أو إلى الدين أو حتى إلى الإنسانية يعني هؤلاء الناس الذين سكتوا عن الدم وشافوا الدم وتعاملوا مع القتلة الذين تتلطق أيديهم بالدماء لا يجب الآن أن يعطونا مواعظ في السياسة أو يتحدثون عن من هو يساري أو غير يساري رغم تحفوظي طبعا على الجميع إنما استخدامت الأكلشيهات السياسية أنه يساري وينفر منه الإسلاميون في أزمة ومحنة هذا الانقلاب مش كل اللي يساري وحش ومش كل اللي إسلامي جيد لجل استخدام هذا الزعم لتبرير تأييد السيسي شوف هي الفكرة فكرة صناعة الفروند هم يعني بمنطق العبيد شوف مع القصة بتاعت سيدنا موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل ويعني جاء اكتاز بهم البحر وتركهم ليتعبت فعبدوا العجل ليه؟ لأنهم يريدون أن يروا أمامهم تكسيد لشيء يعبدونه لا تستطيع أن تفصل هذا التراص الموجود لدى المصريين حكاية الفرعون الإله الفرعون اللي كان بحط رجليه على النهر يقول لهم أليس لي ملك مصر وهذا النهر تجري من تحته أليس هناك هذا الشخص العلماني الذي كتب عندما ظهر في جريدة كويتية أن السيسي حسم أمره وسوف يترشح كتب على تويتر وقال لمن الملك اليوم للسيسي الواحد القهار كتب هذا قيل كل هذا الكلام لكن أن يأتي أن تأتي الإشادة بالمشير السيسي الآن من جانبين في اليوم السابع من ياسر برهامي وفي التحرير من تهني الجبالي هم من اللي قالنا دول جانبين ده جانب واحد دول جانب واحد خلص بالعكس تهني الجبالي أولا الكلام حاولين أنها قاضية ومش قاضية والكلام ده كله أنا هستشهد بكلام صديقها مختار نوح مختار نوح وفي فترة من الفترات سنة 92 كنت أنا بغطي نقابة المحامين ودار حوار وبحضور مجموعة من الإخوان المسلمين اللي يزالوا على قيد الحياة وهم شهود على هذه الوقعة ومختار نوح وصف تهني الجبالي بأقزع الألفاظ ولكنهم الآن يقفون في نفس الموقف برهامي وتهني الجبالي خندق انقلابي مع بعض وأيضا مسجل الدكتوريات البرهامي في محاضرة أنه قال أنه المحكمة الدستورية وقوضاتها يريدون أن يعلمنوا الدولة ويبعدوا المادة من 2019 لكن الآن الكل يشد في فرقسيس هو من اللي قال أن تهني الجبالي قاضية أصلا هي محامية طول عمرها محامية أنا مستشارة تهني الجبالي يعني مستشارة في أنا أقول لك أهو أنا بقى أقول لك التاريخ طول عمرها هي محامية وتخش انتخابات نقابة المحامين وأنا استشهدت بمختار نوح تمام؟ لما كان أمين صندوق نقابة المحامين وهو صفحة هو تاريخك محامية تاريخك محامية هي لا تنكره لكن الآن الواقع هي قربها من اللي عينها؟ سوزان مبارك سوزان مبارك هذه واقعة مشهورة هي يعني ما تجيش تكلمنا عن الأطباء الذين يواصلون الإضراب حيث كتبت المصر اليوم نقابة الأطباء تحيل وزيرة الصحة للتحقيق العمومية ترفض حوافز منصور وإضراب مفتوح في الثامن من مارس والتحرير عمومية الأطباء الطارئة الإضراب مستمر تحويل وزيرة الصحة إلى لجنة التأديب واشتباكات بسبب أطباء الإخوان أما اليوم السابع عمومية الأطباء تطالب بسحب ترخيص مزاولة المهنة من وزيرة الصحة وتحيلها للتحقيق مشدات كلامية بين الأطباء ووكيل النقابة بسبب تمسكه بتقرير إخواني عن الكادر وعضاء الجمعية يمهلون المجلس شهرا أو الاستقالة ومعاودة الإضراب الجزء هذه الأزمة لازالت متفاقمة والحال الذي قدمته الرئاسة بالحوافذ لم يعجب الأطباء اليوم في الجمعية العمومية آه طبعا والله يشوف أنا برضو يعني في موضوع عزمة الأطباء ده وكادر الأطباء أنا متعاطف شخصيا أنا متعاطف جدا مع الأطباء لأن الأطباء مفترض أنهم في كادر السلك التعليمي مفترض أنهم بيحظوا بدرجة عالية جدا يعني طلاب متفاقين بيدرسوا لمدة سبع سنين بيعملوا في ظروف في انتقال عدوى وغيره وغيره لا يمكن أبدا نتسويهم يعني يعني لازم تجديله رواتب وأجر يكافئ كل مثل هذا الجهد الأطباء الحسين بالظلم والغبن والتعصف لما تيجي تشوف أنه دلوقتي مرتب الطبيب أقل من مرتب أمين الشرطة أمين الشرطة ما أنا لا أتحدث عن ضابط أنا أتحدث عن أمين شرطة مرتب الطبيب الذي يعني بياخد نباتشيات وورديات ويصهر وبيتعامل مع المرضى ويتعامل مع العدوى ويتعامل مع غيره أمين الشرطة الذي يقتل الناس في الشوارع مرتبه وحوافزه أكتر من الطبيب وأكتر من المدرس طبيب الامتياز مرتبه 250 جنيه وإذا غاب يوم أو يومين يخصم منه 100 جنيه أو 50 جنيه ثم أن يذهب إلى المحاسب في نهاية الشهر ليقبض 100 جنيه أو 150 جنيه طب يعني المثل ده بيدي يعني نموذج لإيه أنه عايزين ولادنا كلهم بيطلعوا أميناء شرطة ياخدوا معهد أميناء شرطة ما يروحوش كلية الطب ولا إيه بالزبط ما يروحوش كلية الهندسة يعني هو ده النموذج اللي الدولة المستبدة دولة الطغيان والاستبداد والفساد تريد أن تصدره للناس تصدر للناس إيه إطلع يا ابن لعيب كورة ولا إطلع غني أي غني هالس في الكبريهات أو إطلع أمين شرطة أو إطلع حرامي أو لص علشان هو ده وسيل التأمين حياتك إنما الدولة المحترمة اللي فيها انتخابات وديمقراطية بتدي نموذج للناس بتقوله إن العالم ده أو المجتهد ده أو اللي اللي بيعمل حاجة أصلا بيحكموا وهم من أنصاف أربع المتعلمين حيبقوا قدوتهم إيه غير أنهم يجبوا أمين شرطة ليس الأطباء وحدهم هم الذين يضربون أيضا إضراب عمال غزل المحلة وكفر الدوار لازال مستمرا لكن نتابع هذه الإضرابات ملف الإضرابات العملية بعد فاصل قصير ابقوا معنا مشاهدينا الكرام هناك سؤال يطرح نفسك وسؤال يهدم نفسك وسؤال ينصر نفسك اسأل سؤالك طريقك إلى المعركة اسأل يأتيكم في الأوقات التالية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام نواصل تقديم في قراءة برنامج تكتير التحرير نتوقف عند جريدة الوطن التي تكتب 12 يوم إضراب في المحلة الوطن تحصل على تقرير المركزي للمحاسبات تقرير للمركزي للمحاسبات يثبت إهدار مال الشركة خارطة طريق بين أبو عيطة وعمال المحلة تعليق الإضراب مقابل تفعيل اتفاقية 2011 أما التحرير مدن الإضرابات أو المصانع سابقا اجتماعات بين عمال وممثل غزل المحلة للحكومة لفض الإضراب وغزل طنطة المكينات من الستينات وسجات المحلة مغلق منذ ثلاثة أشهر وإغلاق 230 مصنعا في برج العرب وموظف الشهر العقاري مستمرون في الإضراب وإضرابات العدل لن ترهبنا استمرار إضراب فني الشهر العقاري لليوم الخامس على التوالي يا عزيزي كلنا مضربون يا عزيزي كلنا مضربون إلى أي حد كان دقيقا هذا العنوان أن المصانع تحولت إلى مدن للإضرابات هي المصانع مدن للمظالم وطالما هناك مظالم فهناك إضرابات وطالما هناك كيلب مكيالين ومعاملة غير متساوية ومرتبات يحصلون عليها مفوضي الشركة والقيادات العليا في الشركة بينما العمال الذين يقومون بالجهد ويبزلون العرق والدم لا يحصلون على شيء ولا يستطيعون أن يحصلوا على مرتبات تكفي أنهم يفتحوا بيوتهم لدرجة أن عمال غزل المحلة برفعين شعار دلوقتي بيقولوا لهم خدوا مرتباتنا مش عايزين ناخد مرتبات احنا عايزين ناخد ما يكفي بيوتنا وولدنا أكل وشرب وتعليم وغيره ومواصلات وغيره يعني كلمونا عن تحسين أحوالنا المعيشية ما تكلموناش عن أي حاجة تاني لكن رغم هذا سيد أحمد الغوص في متون هذه الأخبار التي تتحدث عن غزل المحلة الأخبار تلقي باللائم على العمال وتقول أن هناك مخطط يعني ليس هناك الحديث القديم على أن العمال مظلومون بل بالعكس كنا بالأمس ننقل أحد العناوين الذي يشيد بأداء وزير الاستثمار ويقول أنه رغم الحلول التي قدمها للعمال فإن العمال لازال يصرون على إضرابهم ما هي دي منطقة دولة اللي فيها رأس مالية الفساد فيه فساد بينتهج المنهج الرأس مالي فالعمال بينسباله مجرد أدوات الانتاج أداة من أدوات الانتاج زيه زي الماكنة زي المتاعز مهموش أنه يحسن حل العامل أو غيره يا أنت بتشوف الدولة المتقدمة العمال في اليابان مثلا العامل إذا أخطأ بينتحر ليه بقى؟ مش لأنه عنده ثقافة الساموراي بتاعت اليابانيين لأ لأن العامل بيحصل على كل حقوقه كاملة وبالتالي لما بيحس أنه أخطأ هو بيحس أنه عمل حاجة جريمة كبيرة جدا يشعر أنه عقابه اللي ممكن هو بس يعقد نفسه به أنه ينتحر العمال عندنا مظلومين لفترة طويلة زي الفلاحين زي المدرسين زي فقات كثيرة جدا من الشعب المصري السلطة في مصر طويل عمرها وخصوصا سلطة الانقلاب الحالية بتقمع العمال كما تقمع بقية الطبقات لكن لا تسمع بقى يعني اللي بيجي في الصحافة ده دول ناس أصلا بيدلسوا وبينصبوا على يعني اللي أنا بشوفه كل يوم في الجرائد ده ده مش إعلام يا جماعة والله الإعلام يبتغي الحقيقة ويسعى وراء الحقيقة فقط أما أنه الصحافة ووسائل الإعلام تشوه الحقيقة عن عمد وتقلب الحقائق وتجذب وتنصب وتدلس على المصريين كل يوم فده أنا ما تسموهش إعلام لكن التحرير أفردت ملف متكامل عن هذا الموضوع وقالت مدن الإضرابات تتحدث عن 230 مصنع مغلق في برج العرب تتحدث عن مالك مصنع قناة السويس للملابس الجاهزة يبيع الشركة بـ 450 عامل والعمال مشاردون في الشاوارع غزل طنطة تعاني من ماكينات الستينات وسجاد المحلة لا تعمل كفر الضوار أيضا يعني هو ملف متكامل في جريدة التحرير تزامن هذه الإضرابات سواء عمالية أو مهنية المعلمون يدعون إلى وقفات غدا الأطباء اليوم كان عندهم جلسة عمومية الأمس وأيضا العمال في المصانع لأن الوعود الزهبية البراقة التي أعطتها سلطة الانقلاب لكل المصريين بما فيهم العمال أنه بعد 30 يونيو وبعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين ستنسال عليكم أنهار العسل والمن والسلوى هينزلوا عليكم وده ما حصلش يعني غير العمال فئات وطبقات كثيرة جدا في الشعب المصري كانوا متصورين أنه أزمتهم الحياتية وأزمت أي أزمة عندهم في الحياة هتنتهي مجرد من شيء مثل محمد مرسي والإخوان المسلمين فمشي طبقا ما فيش الإخوان المسلمين وما فيش محمد مرسي حلوا بقى المشاكل ولانتو حل المشاكل بل بتزداد ربما هذا لخصه أحد سائق التاكسي في كفر الشيخ الذين نظموا وقفة أول أمس ثم علق لافتة على التاكسي المعطر وكتب عليها لن بين قوسين نداري على أكل عشنا مش هتداري على أكل عشنا يعني عارف المسلم الشعب المصري اللي هو يقولك إيه يعني أنا مش هخبع على نفسي أنا طلعت علشان عندي مشاكل مش لاقي البنزين قديني ما يبقى ليش البنزين الكهرباء بتقطع دي الكهرباء بتقطع أكتر وإحنا في الشتاء فلسه ما جناش في الصيف الصيف هتبقى كارثة تانية كارثة كبيرة مع المفروض أنه هو يكون بقى بقى رئيس العمل القصة كلها عشان يبقى رئيس فهنشوفه بقى لما يبقى رئيس في الصيف هيعمل إيه في مشكلة الطاقة دي أو أنت عندك في الكثير تأرير في رويترز مثلا تأرير في رويترز قال أن السيسي سيغرق في مستنقع الطاقة خلال الصيف القادم عنوان التأرير كده من يومين ثلاثة نعم هو تقرير مطول وقال أنه ربما لا يسقط السيسي بسبب الحراك السياسي والثوري في الشارع ولكن سوف يسقط بسبب أزمة الطاقة لكن الرئيس الذي أشرت إليه شكر جمهور النادي الأهلي على حسن سلوكه بعد المباراة الوفد عن شاهد عيان على جريمة الألترس لا في تموسيئة أشعلت الأزمة وعلاقة الرابطة بالإخوان كلمة السر الداخلية عقوبات رادعة واتجاه لمنع الجمهور من جميع المباريات وفي الجمهورية حبس سبعة مشجعين أربعة أيام ولجنة لتلفيات الاستاذ تهم الشغب والإطلاف العمدي ومقاومة السلطات لألترس أهلاوي قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع نبدأ ببرقية الشكر الذي وجهها الرئيس عدلي منصور الرئيس المؤقت عدلي منصور لجمهور النادي الأهلي على حسن سلوكه في المباراة أولا أنا وأنا بتكلم ما كنتش أصد الرئيس المؤقت عطيه منصور ما كنتش أصده خالص حقيقة هو أسمع عطيه أو أسمع عدلي بينه مش فاكر المهم أنه الرئيس لما بيشيد بسلوك الجماهير ويحصل بعد واضح جدا أن الرئيس المؤقت مش موجود معنا الراجل عايش في كوكب تاني اللي كان بيغنيله متحد صالح هو عايز يعيش في كوكب تاني فهو عايش فعلا في كوكب تاني لأنه مباراة كرة قدم وحصل فيها اشتباكاته الجماهير وبعدين بيطلع وحبس مشجعين ستة تحبسه وجد الإعلامي حول العنف كبير جدا والراجل يرسل برقية يشيد فيها بأداء الجمهور وأداء الشرطة والتنظيم العالي ويهني فريق الأهل الفائز الحقيقة نحن مش عايش معنا يعني أما بالنسبة لأن الداخلية بتدرس إقامة مباراة الدوري بدون جمهور هذا على الجريد في الوطن اللي موجود في الوطن الحقيقة يعني أنا عايز أفهم لما مباراة كرة قدم بدون جمهور ولما جامعات ومدارس بلا طلاب ونمد الأجازة أسبوعين وما يبقاش فيه طلبة ولما يبقى فيه شوارع عايزين سلطة الانقلاب تبقى الشوارع بدون مظاهرات تمام ولما يبقى فيه انتخابات بلا مرشحين بلا مرشحين ولما يبقى فيه انتخابات رئاسة ويجو يقولوا أنه المرشح الأبرز فيها اللي لسه ما أعلنش أصلا ما يترشح عبد الفتاح السيسي مش هيعمل لمؤتمرات جمهورية ولا هينزل برنامج انتخابي يتكلم مع الناس ويشرح للناس لما تكون دي مصر يعني أنا عايز أسأل بس المصريين هل يعني في أي بلد بيعيش المصريين دلوقتي يعني أو تحت ظل أي نظام لا مباريات بدون جمهور ولا انتخابات بدون مرشحين ولا مرشح بدون مؤتمرات جماهرية يعيش في شرم الشيخ يا أساس أحمد اللي عملوا عليها جدار أسمنتي نعم الوطن تقول الداخلية تحصن شرم الشيخ بجدار أسمنتي عازل بريطانيا تحذر من الصفر إلى مصر والجيش الإسرائيلي نتوقع هجوما جديدا إذن شرم الشيخ محاطة بجدار أسمنتي عازل كما تقول جريدة الوطن والله بص الوطن في صفحتها الأولى دي عاملة يعني جريمة نصب على القارئ المصري لأنه هي نقلة أنه حتى في العنوان بتقوله والجيش الإسرائيلي نتوقع هجوما جديدا الحقيقة أن أنا هشير هنا لجريدة المصريون لأني قريت فيها نفس التقرير عن موقع اسمه ولا الإسرائيلي ولا ده موقع بينشر بيقول وحتى عنوان المصريون كانت بقية مفاجأة إسرائيل كانت تعلم بتفجيرات طابة فلما يجي المحرر بتاع أو رئيس التحرير أو المسؤول عن هذا الجرنال ينصب ويدلس على المصريين ويقول أنه الجيش الإسرائيلي بيتوقع هجوم جديد مع أنه ده الكلام ده كان على هجوم طابة أنهم توقعوا وأبلغوا المسؤولين في معبر طابة وقالوا لهم أن التبجير خلال ساعات لا تسيء الظن يا سيد أحمد ربما هو مجرد فرق توقيت لكن بالفعل بريطانيا حذرت عبر موقعها الرسمي وحسابها على تويتر الرعاية من السفر إلى محافظات بعينها في مصر وقالت أنها ليست آمنة منها شمال سيناء وجنوب سيناء بنسويف المينيا الأقصر عدد من المحافظات الحقيقة ده برضو كان فيه تأرير الريترز من يومين اعتبر أنه هذا التحذير من جانب الخارجية البريطانية اللي رعاياها بمثابة ضربة للسياحة المصرية وقال أنه نسبة السياحة المصرية هتصل إلى مستويات متدنية خلال فترة الخريفة الموجودة وأنه فيه أعياد الإستر عيد الفسحة اللي هي الأعياد الموجودة خلال الفترة اللي جاء عيد الفسحة أنه السياحة في منطقة شرم الشيخ وجنوب سيناء وفي مصر بصفة عامة ستصل إلى مستويات ربما لم تصل إليها منذ أكثر من عشرين عاما نعم هذه هي صحافة السيد أحمد حسن الشرقا وهي تأتي بعد طبعا يوم الجمعة الذي دعا فيه التحالف إلى مظاهرات كان واضح أنه هناك فرق في العدد وفرق في الحجد في هذه المظاهرات عن المظاهرات السابقة لكن تختفي هذه التظاهرات تقريبا من كل الجرائد وصوف المصرية أنا بشكرك على السؤال ده لأنه سؤال مهم جدا فعلا أنا لغاية ساعة سبعة ونص أو تمانية دورت في كل وكالات الأنباء العالمية الكبيرة أنه النهاردة كان فيه حشد فعلا موجود والصحافة اللي بتتكلم عن أنه الأخوان في النزع الارهابية في النزع الأخير النزع الأخير ليكم منتم الرهابية في النزع الأخير هذا منشط الوطن منشط الوطن الحقيقة يعني ده هم اللي في النزع الأخير مسيرات هزلية وخرطوش ومرطوف ضد الأمن والأهالي وشباب التنظيم لرموز الدولة اتركوا مناصبكم فالقتلوا قاتل يعني مي مسيرات هزلية؟ بقى بعملوا إيه يعني؟ مش مسيرات هزلية هزي هي العنوين الهزلية ما فيش مسيرات هزلية في مسيرات نازل بتنزل تموت إنما الهزليين هم اللي بيكتبوا عنوين دي دي عنوين هزلية وده منشط هزلي وده جريدة هزلية لأنه مش ده مش ده الصحافة ولا ده الإعلام خالص على الإطلاق على هي الأحوال؟ أنا عايز أقول إنه الوكالات الأنبياء العالمية الكبيرة رايترز والأشرت براس والدي بي إل الألمانية والوكالات الكبيرة يعني الحقيقة لم تصدر قصة واحدة النهاردة لغاية ساعة سبع مساء الجمعة عن المظاهرات الموجودة في مصر أخشى إنه يكون ده نوع من التعتيم المقصود على هذه المظاهرات أنا بحيي مرة تانية زميلنا الصحفي رامي جان اللي هو عمل قصة زي قصة بتاعة لكن ألا تؤذر الوكالات ألا تؤذر الوكالات في هذا نظرا للقضية التي يحاكم بسببها صحفي الجزيرة إنه يعني بقى كثير من الصحفيين جانب غادروا مصر وقالت رويترز أو الجارديان أول أمس قالت إنه مصر أصبحت بمكان غير آمن لصحفيين طبعا واللجنة الدولية لحماية الصحفيين من زمان أي لا بقالها أكثر من ثلاث أسابيع هلأ الأحوال هو كل الصحفيين معظم الصحفيين الأجانب وغيرهم ما بقاش عندهم أكسس ما بقاش يبقوا موجودين في مصر ولكن ده ما يديش العذر ليهم بهذا الشكل وأنا أتفهم إنه هو ما لم يحدث يعني أعمال كبيرة مثلا يصاب حد أو وتصدر وزارة الداخلية تصريح أو شيء من هذا القبيل أنا متقدرش يبقى فيه فوكالة أنباء كبيرة هاجم من هذا الموضوع مع أنه حصيلة مثلا أوتوبيسات حصيلة سيارات اللي تم حرقها صباح اليوم الجمعة وصلت إلى ست سيارات للشرطة وغيرها وسيارات تابعة لضباط شرطة وغيرهم يعني فيه أحداث فعلا بتجري على الأرض إحنا بنحيي السائرين اللي موجودين على الأرض بنحيي كفحهم ونضلهم وبندعو زملائنا بتحيي حرق السيارات نعم بتحيي حرق السيارات ما دون إطلاق الرصاص الحي فهو سلمية هناك سلمية إيجابية لا تعني الاستسلام الذين يقتلوننا ويعذبون أبنائنا ويعذبون قادتنا في السجون هؤلاء لا تطلب مني إلا أني أرضعهم والردع له أشكال مختلفة ليس من بينها إطلاق الرصاص الحي نحن لا نحمل رصاصا حيا ولا نطلق رصاصا حيا لكننا نرضع من يقتلوننا من يعذبوننا من ينتهكون حرماتنا ومن يغتصبون فتياتنا وسيأت القصص يوما من كل هؤلاء لسا القصص مبدأش إعلاميا سيد أحمد مظاهرات الجمعة لأسابيع مضاد كانت تحظى بعدد حصيلة من المصابين والقتلة تدريجيا قلت هذه الحصيلة هل ترى أنه لحرق السيارات سيارات بعض ضباط الشرطة أثر في ذلك؟ إلى حد أن أشوف لابد من أنه كل واحد بيرتكب عمل إجرامي مجرم سواء بقتل أو إصابة احنا شفنا فيديوهات شفنا الزابط اللي نزل اتنين من الشباب وأطلق عليهم الرصاص وبعدين عمل أنه هو جات له أغمى عليه وشلوه وبتاعه أجد من هذا القبيل إنما في وضح النهار تفايوم؟ أه اللي هو ضرب واحد من المتظاهرين بالرصاص وبعدين هو نفس الزابط ده لابس بني كده شفت أنا في الفيديو عمل أنه هو أغمى عليه يعني منهار نعم خريب أنه فريق التصوير لهذه القناة الذي صور هذا المشهد ربما صور هذا المشهد عرضا لكنه منع بعدها أن يصور أي أحداث ميدانية في محافظة الفيوم مهو علشان كده ما بيدوش أكسس للصحافة المحترمة على فكرة بدأ يبقى فيه تملم أمريكاني وغربي من مسألة الصحافة والقضية بتاعت زملائنا في قناة الجزيرة وبيتر جريست وغيرهم عمل صدى دولي كبير جدا أنا كمان عايز أقول أنه إحنا القصص الإنسانية زي بتاع الدهب حمدي وغيرها وبطلب من زملائي وما أكثرها أن هي دي القصص اللي بتلفت نظر وسائل الإعلام الأجنبية هم ما بيلتفتوش يعني وكلات الأنباء الأجنبية ممكن ما تلتفتش إلا ببيان رسمي من الداخلية ببيان غيره إنما إحنا عايزين نشتغل على القصص الإنسانية دي وما أكثرها داخل السجوم داخل المنطقنات في ثلاثين ثانية سيد أحمد اليوم السابع في الصفحة الثالثة تنقل القرضاوي يواصل هجومه على مصر بالدوحة الدولة لن تفلح الدعية القطري يبرر غيابه عن الخطبة بمرضه بالإنفلونز هو دكتور يسف القرضاوي خطب خطبة الجمعة بالأمس في مسجد محمد بن عبدالوهاب هو الجامع الكبير في الدوحة نعم شوف هم كمان برضو يعني اليوم السابع عاملة ولما الواحد بتتحلول فرصة بيفشلوهم أفشاتهم اللي بينصوبوا بيها ويدلسوا على القارئ المصر يعني لما تيجي في الصفحة الأولى اليوم السابع مش عارف دي صفحتها التالتة تالتة اللي هي الأولى البديلة الأولى البديلة وتنقل أنه الشيخ القرضاوي فضيلة الشيخ القرضاوي وصل هجومه على مصر بالدوحة وتتكلم عن عما قالوا فضيلة الشيخ القرضاوي في خطبة الجمعة ثم تيجي في الجزء الأخير تقول من ناحية أخرى أكدت صحيفة البيانة الإماراتية أمس الجمعة أن تقارير إعلامية ومصادر منشقة من جماعة الإخوان رجحت أن تقوم قطر قريبا بإبعاد القياد الإخواني خارج أراضيها ونقلت البيان عن صحيفة جونافريك الفرنسية أن القرضاوي لم يعد مرغوبا به في الدوحة جونافريك الفرنسية جونافريك الفرنسية اللي هي أساسا يعني مجلة رياضية والنصب والتدليس واضح جدا وبين القصة اللي نشرت حوالين أنه القطر ربما تلجأ إلى إبعاد الشيخ القراداوي أنا أعتقد أن القصة دي يعني غير صحيحة على الإطلاق كانت منشورة في موقع إلكتروني لجريدة تسمى جريدة العرب اللندنية ومعروف أنا بعرف من خلال عشت لمدة خمس سنين في لندن أنه هذه الجريدة تقوم أو هذا الموقع الإلكتروني تقوم بتمويله جهاز استخبارات عربي أشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة على أملي أنا ألقاكم في حلقة قادمة من سكرتير التحرير لكم تحيات عبد العزيز مجاهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا اشتركوا في القناة